شاب يمتاز بأخلاق طيبة بعد أن أنهى دراسته الجامعية سافر ليعمل بدولة أوروبية وكان في كل عام يرسل لوالده أموالا لينفذ له مشروعه الذي يحلم به وبعد قضاء خمس سنوات تم تنفيذ المشروع فعاد الشاب وقرر التقدم لخطبة ابنة عمه وعندما ذهب لبيت عمه وفاتح عمه في الموضوع وافق على الفور فتشجع ليتحدث مع ابنة عمه ويعرف رأيها فشعر بحزن شديد على وجهها رغم ابتسامتها المزيفة وطوال حديثه معها شعر بانشغالها عنه فابتسم وقال لها هناك شاب آخر تعلق قلبك به أليس كذلك؟ فجأت الفتاة بالسؤال فنظرت للأرض في خجل ولكنه سألها وابتسامته لا تفارقه ولماذا لم يتقدم هذا الشاب لك حتى الآن؟ صارحيني ولن تندمي اطمأنت الفتاة لابن عمها المعروف بين العائلة بصدقه وبأخلاقه الكريمة وقالت له لم يتقدم لي لأنه منذ أن تخرج منذ عام وهو يبحث عن عمل وهو أيضا مسؤول عن الإنفاق على أمه ولا يستطيع التخلي عنها لأنه يحبها وبار بها لأقصى حد في هذه اللحظة طالب من ابنة عمه رقم هاتف هذا الشاب وقال لابنة عمه ما دمت تمدحينه وترضين به فسوف أجعله من الغد مسؤولا عن مشروعي وبمرتب كبير وبعد فترة قصيرة يمكنه أن يتقدم لخطتك بكت الفتاة من فرحتها وأعطت الرقم لابن عمها الذي اتصل به وقال له كيف ترغب في الارتباط بابنة عم وتتركها لشخص آخر يتقدم لخطبتها قال الشاب بأدم كبير هذا رغما عني لأن الظروف مرتبكة وعندي أكثر من مشكلة ولو كان الظروف تسمح لطرت إلى والدها طيرا بعد هذه المكالمة وخلال يومين استلم الشاب وظيفته في مشروع ابن العم وبراتب كبير وعندما التقى به قال له ابن العم عندما عدت من الخارج كان من أحلامي الزواج من ابنة عمي ولكن حين التقيت بها أقسم لك بأن الله نازع كل الشوق لها من قلبي ولا أعرف لذلك سببا وعندما سمعت حديثها عنك لم أجد في قلبي وعقلي إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ابتسم الشاب وقال وأنا أيضا عندما علمت بأنك ستذهب وتتقدم لخطبة ابنة عمك تذكرت حديث النبي من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتميهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا فقمت وتوضأت وصليت وظللت أدعو الله وأتوسل إليه بكل صدق وإخلاص لقضاء ما أحتاج إليه كما كانت أمي في نفسك تصلي وتدعو لي ثم فوضت الأمر لله عز وجل وأنا كل ثقة به وراض تماما بقضائه وما إن انتهيت من دعائي حتى وجدت اتصالك بي فسجدت لله شكرا على تلبية رجائي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم تزوجت فتاة صالحة من شاب بار بأبويه ومشهود له بالتقى والصلاح وقد توج الله زواجهما بعد عام بطفلة جميلة كان مكان عمل الزوج بعيدا فظل يذهب لعمله بسيارته ويعود منه لمدة سبع سنوات حتى صارت ابنتهما في سن السادسة وفي أحد الأيام وأثناء عودة الزوج من عمله تعرضت سيارته لحادث انقلاب رهيب دخل على إثره في غيبوبة طويلة أعلن بعدها الأطباء وفاته دماغيا حيث تلفت خلايا المخ بنسبة 90% وظلت الزوجة طيلة ثلاث سنوات تذهب لزيارته وكانت ابنته تسأل عن غيابه دائما والأم لا تخبرها بما حدث له وعندما أشار البعض على الزوجة بطلب الطلاق منه رفضت رفضا قاطعا لن أطلق منه طالما ما زال موجودا على ظهر الأرض إما أن يدفن كما يدفن الموتى وإما أن يفعل الله به ما يشاء اتجهت الزوجة للاهتمام بابنتها فأدخلتها مدارس تحفيظ القرآن حتى استطاعت حفظ كتاب الله كاملا وهي في سن التاسعة ولم تكن تترك فرضا لله إلا وتصليه بوقته وفي هذا السن أخبرت الأم ابنتها بخبر والدها فبدأت الطفلة تذهب مع أمها لرؤية أبيها وكانت تقرأ عليه القرآن دوما وتتصدق نيابة عنه حتى جاء يوم والزوجة وابنتها عند الزوج فقالت الإبنة لأمها اتركيني يا أماه سأبيت ليلتي عند أبي وافقت الأم على طلبها بعد تردد فجلست الإبنة بجانب أبيها وأخذت تقرأ سورة البقرة حتى ختمتها ثم غلبها النعاس ثم استيقظت من نومها وصلت ما يسر لها الله أن تصليه ثم نامت مرة أخرى فشعرت أن هناك من يقول لها كيف تنامين والرحمن يقضان استيقظي إنها ساعة إجابة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر فنهضت الطفلة فجأة من نومها ثم نظرت إلى والدها ورفعت يدها إلى مجيب الدعوات وأخذت تدعوه وعيناها تملأها الدموع يا رب يا حيا قيوم يا عظيم يا كبير يا رحمن يا رحيم هذا والدي عبد من عبادك الضعفاء أصابته الضراء فصبرنا وحمدناك وآمنا بما قضيته له اشف أبي مما حل به اللهم إنهم أجمعوا أنه ميؤوس منه فارفع البلاء والبأس عنه وأرنا فيه معجزاتك يا الله ثم غلب النعاس على الطفلة ونامت قبل الفجر فإذا بصوت خافت يقول لها من أنت وماذا تفعلين هنا فنهضت على الصوت وأخذت تتلفت يمينا ويسارا وإذا بالصوت يصدر من أبيها لقد أفاق من موته الدماغي لم تصدق الطفلة نفسها ثم قامت واحتضنته وأخبرته بأنها ابنته فلم يصدق في البداية حيث كان في غيبوبة استمرت ثلاثة أعوام ولم يشعر بمرور الوقت ثم خرجت الطفلة إلى الأطباء وأخبرتهم بما حدث فلما رأوه تعجبوا وقالوا سبحان من يحيي العظام وهي رميم وعندما عادت الزوجة في اليوم التالي لم تصدق ما رأت فسجدت لله شكرا وبعدما حكت لها ابنتها عما حدث ليلة أمس قامت باحتضانها وحمدت الله على استجابته لطفلتها الصالحة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كان عبد الله بن المبارك رجلا صالحا وفي العام الذي أراد فيه الحج خرج في ليلة ليودع أصحابه قبل سفره وفي الطريق شاهد منظرا ارتعدت له أوصاله واهتزت له أعصابه حيث وجدت سيدة في الظلام تنحني على كومة من قمامة وتلتقط منها دجاجة ميثة تضعها تحت ذراعها وتنطلق في الخفاء فنادى عليها وقال لها ماذا تفعلين يا أمة الله فقالت له يا عبد الله أترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون فقال لها ابن المبارك ناشدتك الله أن تخبريني بأمرك فقالت المرأة له أما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك فأجبته دموعها قبل كلماتها إن الله قد أحل لنا الميتة أنا أرملة فقيرة وأم لأربع بنات غيب الموت راعيهم واشتدت بنا الحال ونفد مني المال وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة فخرجت أتلمس عشاء لبناتي التي أحرق لهيب الجوع أكبادهن فرزقني الله هذه الميتة أفم جادلني أنت فيها وهنا تفيض عيناء ابن المبارك وقال لها خذي هذه الأمانة وأعطاها المال كله الذي كان ينوي به الحج وأخذتها أم اليتامة ورجعت إلى بناتها وعاد ابن المبارك إلى بيته وخرج الحجاج من بلده فأدوا فريضة الحج ثم عادوا وفي المنام يرى ابن المبارك رجلا يشرق النور من وجهه يقول له السلام عليك يا عبد الله ألاست تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة جزاك الله عن أمتي خيرة لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامة وسترك كما سترت اليتامة فيا من تتباهون بكثرة الحج والعمرة والطواف بالكعبة طوفوا حول الفقراء حتما ستجدون الله عندهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أصيبت سيدة بفشل كلوي عانت منه كثيرا بين مراجعات وعلاجات فطلبت من يتبرع لها بكلية بمكافأة قدرها عشرون ألف ريال تناقل الناس الخبر ومن بينهم سيدة حضرت للمستشفى موافقة على كافة الإجراءات من فحوصات وتحليلات وفي اليوم المحدد لإجراء عملية نقل الكلية دخلت المريضة على المتبرعة وهي تبكي بكاء شديدة فتعجبت السيدة المريضة وسألتها هل أنت مكرهة على تبرعك بكليتك وما الذي دفعك على هذا قالت السيدة المتبرعة ما أكرهني ودفعني للتبرع لك بكلية هو فقري وحاجة الشديدة إلى المال قالت المتبرعة هذه الكلمات ثم دخلت في نوبة بكاء شديد فقامت السيدة المريضة بتهديئتها ثم قالت لها سوف أعطيك المبلغ الذي سأتبرع به ولا أريد منك شيئا لم تصدق السيدة المتبرعة ما سمعت وتبدل بكاؤها فرحة وسعادة وشكرت السيدة المريضة ودعت لها بالشفاء وبعد أيام جاءت السيدة المريضة إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات وعند الكشف عليها رأى الأطباء العجب فلم يجد أثرا للمرض بكليتها فقد شفاها الله تعالى بفضله وكرمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وقد قال أيضا من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة